السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزيدنا علما طلابنا العزاء اليوم راح نتكلم عن يونة 101 في هذا اليونة لدينا بعض الصفات وبعض الظروب بالبداية خلينا نعرف شين هي الصفة الصفة هي أي كلمة تصف الفاعل تصف الاسم مثلا نقول the man is strong the man is strong هذا الرجل قوي the boy is good الولد جيد the car is nice السيارة جيدة هي الصفة طيب والظرف هو ما يصف الفعل ويجي بعد الفعل يجي بعد الفعل فمثلا على سبيل المثال I come light أنا جئت متأخر you have to go fast أنت لازم متروحة بسرعة ظرف طيب شون أعرف الصفة الصفة هي من اسمها أي شيء بيوصف أي شيء بيوصف تصف شيء معين طيب والظرف الظرف هو ما يصف الفعل ويجي دائما ينتهي بألواء وهناك حالات شاذة أي صفة تنتهي بألواء هاي ظرف ولكن أكو هناك بعض الكلمات اللي تعتبر حالة شاذة وهي ظروف مثال على ذلك عدنا ذن الكلمات هذن الكلمات هي ظروف ولا تحتوي على ال-ly مثلا عندي well أساني قبل شوية قلت تصف الفعل your English is good أنا قاعد أتكلم عن الفعل اللي هو الإنجليزي ما لتا جيد هاي القد صفة بس من أقول you speak English well هاي well ظرف well ليش ظرف لأن جتني وراء الفعل وراء الفعل speak أنا أتكلم عن الكلام عن الفعل عن الفعل شون يتحدث هو يتحدث بشكل جيد يتحدث بشكل جيد هسا هاي well now معناها مشهور هاي صفة well now هاي كلمة كاملة كل هذن صفات هذن مو ظروف هذن كل هن صفات كاملات هاي صفة كلها بمعناها مشهور يعني يعني مو ظرف حتى لو بيه well بس هي مو معنىها well يعني عادي ما لا علاقة يعني مو أي كلمة بيها well هاي ظرف العادي ذا بيها well بس هي لها معنى آخر مثل well now معناها مشهور well educated يعني شخص متقف well paid well behaved ذن كل هن صفات ذن كل هن الصفات ذن اللي باللون الأصفر اللي قداما نكتب عليه الملاحظة أن هذه هي صفات صفات تعامل معاملة الصفة وتجي بعد تصف الفاعل مثلا نقول أحمد ازول ناون شخص مشهور أو كاتب مشهور مثلا نقول شيكسبير ازول ناون رايته شيكسبير هو شاعر مشهور أو معروف طيب اخوان يعني بشكل عام طبعا عندنا هنا fast و hard ولاية هذين ظروف لننسه هذين ظروف وممكن تجي كظروء كصفات ممكن تجينا كظرف وممكن تجينا كصفة فأنا عندهم مثلا كلمة fast هي صفة وظرف hard صفة وظرف طيب احنا هسا راح أفهمكم إن شاء الله بالتفصيل ونعرف شنه هي الفرق بين الصفة وما بين الظرف طيب ناخذ مثال على هذا الموضوع احنا قلنا لما أنا أصف الفاعل لما نحكي عن الفاعل هاي صفة طيب خلينا نكتب ملاحظة الملاحظة الأولى تقول أي كلمة تأتي بعد أفعال الكينونة فهي صفة يعني مثلا نقول مثلا نقول على سبيل المثال he is fast هذه fast الآن هي صفة ليش لأن تصف هو تصف هو مثلا خلينا نقول علي علي is fast هاي صفة حلو علي واز درايفنج كان علي يسوق fast الآن fast هنا هي ظرف ليش ظرف لأن جتني وراء الفعل وصفة الفعل دا تكلم عن لدرايفنج كيف كان يسوق علي كان يسوق بسرعة إذن هذه اللي عندي أمامي في هي ظرف أما في الجملة الأولى فهي صفة ليش لأن وصفة علي أنه علي سريع دا أحك عن علي علي هو شخص سريع يعني ما لا علاقة كيف يسوق أو كيف يمه الجملة الثانية علي يعني تصير صفة ومصارات تصير ظرف شلو أنا عارفها من خلال السياق إذن شلون تجيني بالامتحان شلون تجيني هاي الجملة بالامتحان ممكن يقلك اكتب لي فاست مرة ظرف ومرة صفة write fast as adverb and as adjective ممكن تجيني هاي الجملة عارف تجيني هاي الجملة فهي هذا الفرق ما بين الصفة وهذا الفرق ما بين الظرف دائما لا تكلم عن الفاعل مالتي فمثلا من أقول I am very well أنا كلش زين هاي صفة I am very well هاي صفة بس من أقول I speak well يعني أنا أتكلم بشكل جيد لا هاي هنا هسه ظرف هاي هنا هسه تعتبر ظروف كلمة lately بمعنى recently يعني مؤخرا have you seen Kate lately هل رأيت مؤخرا الآن lately هنا ظرف وهي وصفة الرؤية هل رأيته مؤخرا هي ظرف recently مؤخرا يعني وإلى آخره طيب عندي كلمة hardly كلمة hardly معناها very little very little وهي ظرف she hardly spoke to me يعني هي نادرة ما تحتي لي وياك تحتي قليل جدا ما تحتي وياك يعني الآن كلمة hard شوف إذا ريد نسو مقارنة يقول he tried hard to find a job هنا hard تعتبر ظرف زينستاذ ليش ظرف لأنه جاءت ورا الفعل هو حاول بجد كيف حاول حاول بجد جاءتني ورا الفعل اللي هو try حاول وهنا وهنا هاردلي شنو معناها هنا معناها يعني جدا قليل he hard he hardly tried يقول مال الجملة طبعا hard اللي معناها قليل جدا دائما تجيني هناك الملاحظة تجيني قبل الفعل we hardly know each other we hardly تجيني قبل الفعل يعني مقارنة أخرى بين hard بمعنى جد و hardly بمعنى little هذه أول ملاحظة الملاحظة الثانية أن hard تجيني ورا الفعل أما hardly تجيني قبل الفعل هذه مفرق بين جملتين مهم جدا مهم جدا هذا الفرق ما بين الجملتين ملاحظة أخرى مهمة أنه أقدر أستخدم أقدر أقول hardly anybody يعني أقدر أستخدم hardly anybody ليش لن هي these two cameras are very similar هاي كامرتين كلش متشابهات they are hardly any different ليش استخدمنا hardly ليش استخدمنا any لأن عندك ال any تجو hardly هذا فرق صالف أن ال hardly تجو ها any وال hardly حتمال ما تجو ها any ملاحظة أخرى أيضا أن hardly ورا تجو ever hardly ever almost never يعني أبدا I am nearly always at home I hardly ever go out أنا دائما بلو نادر لما أطلع يعني بمعنى أنا ما أطلع أبد أبد ما أطلع يعني معناها أبد ما أطلع دائما hardly إذا تلاحظ حتى دائما بمعنى نفي بمعنى نادر قليل هيتش بمعنى فمثلا it's hardly surprising that you're tired it's hardly surprising that you are tired يعني بعناها يعني من المستحيل أنه أنت هسه تعبان لأنك أصلا أو عفوا يعني بمعنى أنه من المستحيل أنه أنت هسه متعبان يعني بمعنى يعني احتمالية قليلة جدا مثل ما قلت لك قليل جدا احتمالية قليلة جدا أنت تكون هسه متعبان أكيد أنت تعبان يعني you have slept for three days أنت صار لك ثلاث يام منا يعني بمعنى hardly surprising that you are tired يعني يقول أنا مستحيل راح تفاجئ شون يعني أنا مستحيل يعني يعني مستحيل أنا راح تفاجئ بيك أنه أنت متعب لأنك أصلا أنت 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 منايم صار لك ثلاث يام you are tired يعني بمعنى مستحيل ما راح تفاجئ بيك أن 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 تتعبان ليش لأنك أصلا منايم صار it is certainly not surprising يعني أنا ممتفاجئ بمعنى أنا ممتفاجئ أنه أنت تعبان لأن صار لك ثلاث يام منايم هاي الأمثلة وهاي الجمل جدا مهمة حتى هذا تمرين شوف good well well I play tennis but I am not very ربعا هنا إحشان نفسه I'm good مستخدم good الجملة الثانية يقول the results were very النتائج كانت the results were very good رح نقول very good كل جيدة ليش very well لأن أنا قاعد أتكلم عن النتائج الفاعل ما قاعد أتكلم عن الفعل يقول Joe did طبعا طالما عندي did اللي هي ف الفعل رح استخدم well من يكون عندي فعل I can't sleep well sleep فعل he looks أيضا well فدائما من يكون عندك main verb فعل رئيسي تختار لل well من يكون عندك الباعل لتصف الباعل فراح تختار خصوصا مع الأفعال الكانونة I am you were she was she is good at English and all أعطي بي